السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان هناك بعض اللغط الذي اثير حول موضوع بيع محطتي شط العرب والروميلة لانتاج الطاقة الكهربائية وخص خصتها وعليه تود الوزارة ان توضح بعض الامور بهذا الخصوص واضاف البيان ان موضوع المطروح مدار الحديث لا يعدو كونه مقترحا قدمه من احداء الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء وان هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لإيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين لافتا الى ان الالية المعروفة في العمل بقطاع الانتاج لتوليد الطاقة هي التوليد بما يسمى الدورة البسيطة وهي التي تتولد بها الطاقة نتيجة لاحتراق الغاز او الوقود ومشتقاته وبالتالي عمل الوهدات التوليدية لتوليد الكهرباء والتوليد بما يسمى بالدورة المركبة وهو ان يستغل الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو بحرارة 540 درجة مائوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود الاساسية اي نسبة 50% وضافة ان البيان ان هناك عقود حكومية وقعت مع شركة كار الاستثمارية في عام 2014 على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة معاقد لتشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الانفاق على الاسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط العرب واكملت الشركة نصب هذه المعدات الدورة المركبة موضحا انه لم تتوصل الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب الى اتفاق مع الشركة بشأن سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب وبالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق حول سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة والتي تملكها الوزارة واقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهة تماما وفي اي موقع اخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعارات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل وكذلك الصيانة وكذلك تلافيا للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة حمل جهتين في نفس موقع العمل وتابع البيان انه في حال قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة في هذه الحالة يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل الطاقة على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لاجراء الصيانة باوقاتها المحددة لمحطتين شط العرب والرميلة ومعالجة كافة المشاكل الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لا يمكن اليفاء بهذه الالتزامات وبما ان المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة هي لشركة كار فلا يمكن لكار ان تشغل دورة المركبة دون تشغيل البسيطة وعليه قدمت شركة كار المقترح حيث وجه رئيس الوزارة بالموافقة على دراسة هذا المقترح من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضعابط ترجمة نانسي قنقر